إلى ذلك أفاد الوكيل الفني لوزارة الزراعة العراقية ميثاق عبد الحسين بأنهم يترقبون قرارا يمنع استيراد محصول الطماطم من خارج العراق بشكل مؤقت لتسويق منتجات المزارعين المحليين وفيما يتعلق بتسويق الطماطم من قبل الفلاحي كردستان كشف الوكيل عن صعوبة في نقلها لمناطق الوسط والجنوب بسبب ارتفاع تكاليف النقل وعدم تطوير آلياتها من قبل المزارعين وادعى وزارة الزراعة باقليم كردستان لتزويد الاتحادية بالبيانات والمعلومات المتعلقة بالإنتاج لوضع خطة تسويقية وجدول بمواعيد الاستيراد من ناحية الغلق والفتح لتوفير محصول ما في أي منطقة داخل العراق